ونحن على مشارف ذكرى شهادة مولانا باب الحوائج أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام حديث المختصر حول موعظة من مواعظه وقد وعظ بها هشام قال يا هشام إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك ماذا يعني الإمام من هذه الفقرة؟ كم تحتاج إذا أردت أن تنام؟ كم متر في الطول والعرض؟ كم تحتاج أن تجهز في المطبخ؟ كم ثلاجة تحتاج؟ كم لقمة تجعلك تعيش بصحة جيدة؟ هالذين أكله هذه الكثرة؟ فتش عن حوائجك في اللباس وفي المركوب وفي الطعام وفي المكان إذا كنا نبحث عن ما يكفي فإن أدنى ما فيها ما في الدنيا يكفينا رزق قليل يكفينا وإن كان لا يغنيك ما يكفيك إذا أنت لا تبحث عن ما يصد الحاجة أنت تبحث عن أرقام في الرصيد البنكي والأرقام لا نهاية لها فمهما أعطيت تشعر أنك ترغب في رقم أكبر نجرب إحنا على مستواننا يطلع موديل جديد تلفون أريد أبدل أشعر أن أنا متخلف وأنت تلفوني يكفي حاجتي وزيادة سيارتي يتوصلني وتجيبني ومكيفة واللي أريد فيها موجود سعرها بألف وشوية كل من جاي يقول لك لحين هالسيارة ما أبدلتها أبدلها ليش قال أنت تتكلم عن موديل كام قبل هل قد سنة يعني ما في سبب يقول لأنك تحتاج لا يتكلم عن أمور ليست في الحاجة فالإمام يقول وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك لأن إذا كان الطلب للأرقام فلن أشبع لأن الدنيا كما إلبح كلما شربنا منه ازدنا عطشا وننظر إلى البعيد فنرى السراب ونركض ونركض ولا شيء يشبعنا هذه كلمة من ضمن الموعظة ثم قال يا هشام إن العقلاء أصحاب العقل العقل الذي به يطاع الرحمن إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فتقول لي لا تقول لي إلا بس الحرام والواجب ما أريد مكروم ما أريد مستحب هذه يخليك على الحافة فيا هشام يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض ذاك فضل تترك الأمور اللي لا هي حرام ولا هي واجبة شيء ما ينبغي تروح تسترسل فيه تقول لي أن أتركه هذا من الفضل مستحب لكن ترك الذنوب من الفرض واجب لا يرضى الله أن نقع في الذنب ثم قال يا هشام إن العقلاء لم يركز على العقلاء لأن اللي عنده عقل ما تخدع الدنيا قال يا هشام إن العقلاء أزهدوا في الدنيا لأن شافوا المفاضلة بين الدنيا والآخرة فاختاروا لأنفسهم الثمن الحقيقي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فمن يبيع نفسه بغير الجنة بخس نفسه الله يقول عنه يوم القيامة الذين خسروا أنفسهم خسرها باعب ثمن وهمي تجارة وهمية قال يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة لماذا؟ لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة تفسر لأنها سيدي هالمقطع دنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة يتخلي العاقل يترك الدنيا يزاد فيها ورح الآخرة شلون؟ قال فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا شلون؟ أنا ما أموت إلا إذا استوفيت رزقي كامل لو أتعلق قلبي بالآخرة وأقول متى يا رب أنا للشهادة في سبيلك أول تخلص رزقك الدنيا تجي تقول لك تعال خد رزقك ما جيت بهمك غمك علي وتعبت عصابك علي لكن أنا ما أخليك تطلع مني لما أخذ رزقك كامل فالعقلاء يقول الدنيا هي بجيني ما أموت إلا ما استوفي رزقي شوف تعبير الإمام عرفنا الآن الدنيا طالبة شلون؟ قال فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه ومن طلب الدنيا كل ما يجمع يقول هل من مزيد؟ كل يوم سراب قدامه كل يوم سراب قدامه ويركر يتفاجأ بالموت لأنه طلب الدنيا لكن الموت يطلبه فقال الإمام ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته اللي جمع رحلة غيره واللي ما تهيأ ليه وهو الآخرة راح ليه ما عنده شيء فخسر هنا وهناك يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد ليش نحسد؟ لأن الدنيا هي البوصلة فإذا شفت غير تميز بما هو محل اهتمامي تفوق عليه في محل اهتمامي أحسد أما دلين اللي مثل زين العابدين يقول من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك؟ يرى الدنيا حجاب يرى الدنيا ألم لأنه فيها غفل عن الله والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة فيرى كل انكباب على حلال الدنيا فضلا عن حرامها ألم معيش ضنكة؟ يحسد أو أحد عند معيش ضنكة؟ ما يحسد فالحسد تلقائي روح يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلام في الدين لأن أمراض القلب كلا بسبب التعلق بالدنيا وحب الدنيا رأسه كل خطيئة فليتضرع إلى الله في مسألته واش يطلب؟ بأن يكمل عقله لأن إذا كتم العقل يعرف وين يوجه البوصلة دنيا له آخرة ويعرف يهتم يبشنوا فمن عقل قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى لأن الغنى ليس بالمال لأن الغنى لو بالمال إن كان هاي الأغنيات يقول لي بس ريح عندك مليار يقول وين غيري عنده مليارين وثلاثة ما يشبع فما يشعر بالغنى أبدا فالإمام يقول فمن عقل قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى لأن الاستغناء أن تجد ما يكفي لحاجتك وانت عندك ما يكفي لحاجتك فسخرت وقتك الآن تراضي بالرزق متوجه للآخر إلى الآخرة ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا لأنك اللي يقول أنا قل من غيري وين وين غيري فيصاب بالحسد ويصاب بعدم القناعة ويصاب بالألم أنه ما عند اللعد غيره فيتعب نفسه فيما لا يحقق له السعادة وأما الذي قنع وفتح قلبه على الآخرة يجد أنه بذكر لا يعيش طمأنين وأنسا وكفاية وشعور بالعزة وشعور بالشكر ولا يحسد أحدا هذه كلمات قليلة من مولانا الكاظم عليه السلام لكن اللي يعيشها يعيشها كشيء يعيشه في سلوكه يشعر أنه تحولت حياته من جهة إلى جهة من كون يتألم على ما يفوته من الدنيا إلى كون لا يكترث بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فيعيش وهمه الآخرة ورزقه يقصده ويأتيه والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر